بسم الله صلى الله عليه وسلم وحسول الله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معهم ملائكة موكترينين فاستقف قومه فأطعوا إنه كانوا قمن فاسقين صلوا عنك tonight everyone here must learn from Prophet موسى علي السلام imagine Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Prophet موسى in Quran 125 and if only mentioned our Prophet محمد عليه الصلاة والسلام five times and remember from Prophet موسى when he meet Firaun Firaun was very arrogant very rich man he controlled the أمام مصر قال أنا لدي قوة أنا روح في روح في إيجبت إيجبت مصر لا يقول لكم مصر و هذه الأنهار و تجري من تحت أفعل يتبصرون ثم فقال موسى قال أنا أفضل موسى 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 ما لديه موسى قال موسى عليه السلام لا إله إلا الله التوحيد كبيرًا و الله سبحانه وتعالى لا إلا أن يكون فرعون و كله قال قال صلع أصحاب موسا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قال كلا إِنَّا مَعيَا رَبِّي سَيَهْدِينٍ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِطْلِلْبْ بِعَصَاكَ الْحُجْعَ فَإِنْفَلَتَ فَكَانَ كَالتَّوْذِ الْعَظِيمِ وإن الله سبحانه وتعالى تحقك من المساعدة، لا تأخذك لكن هناك أشياء يجب ان يكون مصرية معك ومساعدة لا إلهي الله كالبيوت موسى عليه السلام لا يأخذ من فرعون لا يأخذ من قراره لا يأخذ من الناس لا يأخذ من الله كم مسلم أقول لي أحب الله و أشعر من الله إذا كان هذا يجب أن تؤمن تضعك في الله لا تضعك في نفسك لا لا تأخذ من أي شخص في الأخير الله سبحانه وتعالى موسى و المسلمين في هذا الوقت و المسلمين من الإسرائيل و الله سبحانه وتعالى فرعون و كل قرارة المسلمين في الوقت في الوقت 5,000 سنوات الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن موسى عليه السلام هو حقيقي يريد أن أعود إلى حقيقي حقيقي عندما يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأخذ منه كما أخذ مدينة في أنه كان يأخذ منه جسد فاسد هذا اليوم عشرة قال لماذا يأخذ منه؟ فهم قاله لأن الله يحاول موسى هذا اليوم و THE PROPHET محمد صلى الله عليه وسلم قال أول فاسد نحن هو حق بموسى مين imagine people before when celebrated celebrated is something good fasting or قيام الليل if you are a birthday unfortunately now people make everything haram but before no fasting it's good and the Prophet Muhammad asked him fasting and he said to the companion if you are fasting Allah subhanahu wa ta'ala he will forgive you last year when? عشرة after tomorrow and the Prophet Prophet Muhammad his Prophet Muhammad his Prophet Muhammad was asked for the next year God has to be the 9th and to be the 10th to be the wise Muhammad ﷺ if I will fasting if I will fasting if I will fasting I will fasting 9th of 10 tomorrow 9th of 10 and after tomorrow I wish everyone here fasting tomorrow and after tomorrow why? number one لأن الله سبحانه وتعالى أهلا ومرذه العمودة نوي صفحة الله هل تحبت على الح好不好 ثم تحسينz لنا لو كنت تحسين رأ���ك فهل히 تعالى لتعene الحار. لو كنت تحسينстрой فعلت تقعيINO صلاة لك FIRST يقولك hitting الله لي أمين لا تحقق على المتوري. لأن يوريك موسى الله تعالى فرام لدي همان ونقارون فرعا بيد رقم همان برايح المنسر ونقارون ليس كما يأكل من العدد ينبقى عن العدد لذلك الفرث لهم ينبقى عن العدد لدينا بعض العدد كل من ينبقى بعض العدد لا يوجد المساعدات لكن لا تقوم بها إلى مصدر virtual هو روما الله سبحانه وعاله روما أنك تقبل روما أنك تذهب روما أنك تجل روما أنك تخصي ليس على الدنيا لا يدرسو في مشكلة wasn't materialistic الله سبحانه وتعالى avete بأن انساءك وهو اردانا والسي الثاني في العلم دعاء الله سبحانه وتعالى ع Roxannas ث confront you الله سبحانه وتعالى أمين رب العمين هذا وصلد وسلم على نبيه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم